بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد رسالة مختصرة بعنوان كيف أدخل في الإسلام إعداد الفقير إلى عفو ربه هايفام بن محمد سرحان المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على معهد السنة غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب يقدمه لكم عمر البساطي بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هل الدخول في الإسلام ميسر؟ الجواب نعم فإنه لا يحتاج إلى واسطة ولا إلى طقوس سؤال هل أبادر بالدخول في الإسلام أم أنتظر الوقت المناسب أو إنهاء بعض المشاكل؟ الجواب لا بد من المبادرة لأن تأخير الإسلام قد يؤدي إلى آفات فقد تموت في أي وقت كما أن الدخول في الإسلام تجارة رابحة وكلما بادرت بالتجارة كان ربحك فيها أكثر سؤال ماذا يصنع من أراد الدخول في الإسلام؟ الجواب يحتاج فقط إلى أن ينطق بالشهارتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد هو رسوله سؤال بأي لغة ينطق بها؟ الجواب يستطيع أن يقولها بأي لغة يحسن النطق بها ولا يسترط الإتيان بها باللغة العربية سؤال هل يقولها بدون أن يفهم معناها؟ الجواب لا بل لا بد من أن يفهم معناها ويعتقد ما تتضمنه ويعمل بمقتضاها سؤال ما معنى أشهد؟ معناها أقر وأعترف بقلبي وأقول بلساني عاملا بجوارحي سؤال ما معنى لا إله إلا الله؟ الجواب معناها لا معبود بحق إلا الله سؤال ما معنى أن محمد عبده ورسوله؟ الجواب معناها أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ويلزم من هذه الشالة أن يصدقه فيما أخبر وأن يطيعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر وأن يتبع سنته ويقتدي به سؤال فهمت جيدا ماذا علي أن أفعل الآن؟ الجواب ردد خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد هو رسوله سؤال هل أنا الآن مسلم؟ الجواب نعم والحمد لله هذا من فضل الله عليك سؤال بماذا توصيني الآن كمسلم؟ الجواب أوصيك بأن تدعو الله أن يثبتك على دينه وأن تتخير الصحبة الصالحة التي تعينك على ذلك وأن تتعلم الإسلام وأن تغفي إسلامك حتى يقوى بإذن الله سؤال ما هو أفضل الدعاء؟ الجواب اهدنا الصراط المستقيم سؤال ما هو أسهل الذكر؟ أسهل ذكر هو باسم الله تقال عند دخول المسجد والمنزل والخروج منهما وعند قراءة القرآن وقبل دخول الحمام وقبل خلع المنابس وقبل الوضوء وقبل الطعام والشراب وغير ذلك من المواضع سؤال ما حكم الخطايا التي كانت مني قبل الدخول في الإسلام؟ الجواب الإسلام يهدم ما كان قبله من ذنوب إلا ما كان من حقوق العباد الواجب أداؤها فيجب أداؤها إلى مستحقها سؤال ما الذي علي فعله بعد الشهادة؟ الجواب عليك أن تغتسل سؤال لماذا أغتسل؟ أولا المسلم لا يقول لماذا وإنما يقول سمعنا وأطعنا ثانيا تغتسل حتى تطهر ظاهر بدنك كما طهرت باطنك سؤال حسنا كيف أغتسل؟ الجواب بأن تنوي بقلبك الاغتسال وتقول باسم الله وتعمم جميع البدن بالماء سؤال ماذا بعد الاغتسال؟ الجواب إذا دخل وقت الصلاة فإنك تصلي بإذن الله سؤال يصعب علي أداء الصلاة لأن فيها أقوالا وأفعالا لا أعصنها الجواب الإسلام دين يسر وليس دين عسر فالحمد والمدنة لله سؤال كيف أصلي؟ عليك أن تتابع الصلاة معي أو تشاهد مقاطع تعليم الصلاة وستجد مقاطع بعدة لغات في قنوات معاد الصلة حسب الروابط المدرجة في آخر هذه الرسالة سؤال ثم ماذا بعد الصلاة؟ الجواب عليك أن تتعلم أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها ثم أركان الإيمان وهكذا حتى تستكمل كل ما يصح به إسلامك وإيمانك سؤال ما هي المواقع التي تنصحني بالدخول عليها حتى أتعلم الإسلام؟ الجواب أنصحك بمواقع كبار العلماء وجمعيات دعوات الجاليات بالمملكة السعودية سؤال كيف أتعامل مع أقربائي من غير المسلمين؟ الجواب تتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين فقد كان داعيا إلى الإسلام بلسانه وبأخلاقه وبمعاملاته سؤال هناك من يريد الدخول في الإسلام لكنه لا يريد إخبار أهله بإسلامه فما حكمه؟ الجواب لا يلزم من أسلم أن يخبر أحدا بإسلامه فإسلامه بينه وبين الله سؤال ما هو أفضل كتاب في الإسلام؟ الجواب أفضل كتاب هو القرآن الكريم فهو كلام الله تعالى سؤال ما هي أهم سورة في القرآن الكريم؟ الجواب أهم سورة هي الفاتحة ولهذا فإننا نقرأها في كل ركعة من الصلاة سؤال ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ الجواب أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي سؤال كيف أستطيع قراءة القرآن؟ الجواب عن طريق تعلم القرآن وسماع التلاوة كتلاوة الشيخ الحذيفي والحصري وخيرهما سؤال كيف أفهم القرآن الجواب تفهمه بالقراءة بكتب التفسير التي ألف علماء الأمة المشهود لهم سؤال أين أجد تفسير القرآن الجواب أنصحك بمجمع طباعة المصحف بالمدينة النبوية سؤال وما الذي تنصحني بقراءته بعد القرآن الجواب أنصحك بأحاريث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة سؤال ما هو أفضل كتاب في الأحاديث النبوية الجواب أفضل كتب الحديث وأصحها هو كتاب صحيح البخاري فقد اجتمعت عليه الأمة ورضيه علماؤها الأجلاء وأنصحك بمراجعة رابط تحميل الكتب في آخر هذه الرسالة سؤال ما هو أهم حديث في السنة النبوية الجواب أهمها هو حديث جبريل عليه السلام في بيان مراتب الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان سؤال أنا أخاف أن لا أقدر على تعلم الإسلام الجواب لا تخف فالتوكل على الله والله يعينك في مسعك فالدين يسر وفقك الله لما يحب ويرضى ويمكنك الدراسة معنا مجانا عن بعد في معهدنا معهد السنة على الرابط الموجود في آخر الرسالة وختاما أوصيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وصلى الله وسلم وأبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر